قال تعالى فإن تولوا فقل يقول قولا هكذا مجردا يمكن أن يقول الإنسان توكعت على الله حسبي الله لا ينفعه ذلك لا ينفعه إلا إذا أصحب هذا القول بما في القدر أي قل حسبي الله بقولك ما اعتناد قلبك على الله عز وجل وإلا فكم من شخص يقول توكعت على الله وهو لم يتأمل ويتمع في هذه الكلمة وهذا هو الشأن من وقع في بلاء وفي مشنة عليه أن يلهج بالحسب ولذا كما عند البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فقالها محمد رئي الصلاة والسلام لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ترجمة نانسي قنقر